طيب هنروح لكرة السلة رجال وكان في مباراة مع كأس مصر في كأس مصر كانت في دور 16 وكانت مع سكر أوس الحقيقة أنا الخبر ده يعني الحقيقة أسعدني جدا لأن أنا كنت رحت هنا هذه المحافظة المقربة لقلبي كتير وفيها سكر أوس أو ملاعب سكر أوس أو نادي سكر أوس وزرت هذا النادي في يوم الأيام وكنت سعيد بحجم الحب الكبير اللي لمسته من مسؤولين نادي سكر أوس لنادي الأهله ومسؤولينه ولعبته وكنت حزين جدا أن سكر أوس كان بلعب في الدورة الممتاز زمان ولكن خرج وفكركم بفرق كويسة جدا فرق يعني أنا حزين يعني مثلا الألمونيوم في نجا حمادي كانت فرقة كرة سلة قوية جدا وكننا منروح نلعب هناك في مجمع الألمونيوم في نجا حمادي في الصلاة المغطاة كان بتبقى مباراة صعبة وبنكسب بصعوبة وفاكر حتى اليوم لما كنا بنروح من نادي أهله نلعب هذه المباراة كان كل الملعب بيتملي كل الملعب بيبقى مليان من أهلنا في نجا حمادي وكان بيبقى يوم جميل جدا وبنقضي يوم مع أخواتنا في الصعيد فأنا كنت حزين جدا أن أندية الصعيد اختفت من كرة السلة النهاردة شفنا سكر أوس هو بيلعب في دور الستاشر أي نعم لم يوفق نادي ألي فاز طبعا لأنه فرق المستويات وفرق الإمكانيات طبعا ده وضع طبيعي والنتيجة خلصت 149 تاة واربعين ومستر أجوست بوش دور اللعيبة ولعب أكبر عدد لعيبين ناشئين كل الكلام ده تمام والمباراة لعبت في إينا كل الكلام ده مية مية ولكن الأحلى حاجة في هذه المباراة وهي العودة تانية لأخواتنا وحبايبنا في صعيد مصر سكر أوس إن هم يرجعوا تاني نفسه في منافسات كرة السلة نتمنى نشوف فرقة واثنين وثلاثة في الدور الممتاز نفسه فرقة الألمونيوم ترجع تاني سكر أوس ترجع تاني كان هناك فرقة أسيوت بني سويف خط خط السعيد كله أتمنى أشوف تاني الفرقة دي في الدورهات واشوفهم مشاركين بقوة يعني نتمنى إن شاء الله وزارة الشباب الرياضة حتى الفرقة دي لو هي عندها عجز مثلا في التمويل عندهاش إمكانية في التمويل أتمنى طبعا من دكتور أشرف صبح اللي ما بتأخرش أبدا عن دعم كل الرياضة والرياضيين إن هو يعني ممكن يدعم هذه الفرق بشكل أو بآخر بالمؤدات بالميزانيات يعني الوزارة وممثلة الدولة تقدر تدعم هذه الأندية وتبقى حاجة كويسة جدا ونقول تاني نحي أكيد الرياضة في هذا الجزء الجميل من بلدنا طيب فرقتنا عندها مين بعد كده عندنا المطشين المهمين جدا الأسبوع القادم وهما نهائي دوري المرتبط مع نادي سموحة المحترم لازم نحترم نادي سموحة وصل للفاينال إذن هو فريق قوي فريق كل التأدير ليه وأنا متأكد إن لعبة النادي الأهلي مقدرين هذا الفريق قوي جدا بيقوده كابتن تامر مصطفى اللي لعب في النادي الأهلي يمكن خمس سنوات وتامر مصطفى دي أول سنة تولى مسؤولية الفريق أول كمدير فني يمكن مسك فريق الشباب السنين فاتت معامل معه نتائج كويسة وده اللي شجع طبعا مهندس فرج عامل رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة بالكامل إنه يدوله الثقة في طبعا إنه يتولى الفريق ودائما أنا يعني نادي سموحة الحقيقة دائما شايفه مصنع بيقدر يفرغ سواء كوادر سواء لعيبة أو مدربين أو مدرين فنية النهاردة نادي سموحة قدم أوراق اعتماد تامر مصطفى كمدير فن معلش ما كانش هيقدر ياخد الفرصة دي في أي مكان تاني وإنه هو هيقدر يوصل لنهاية دور المرتبط كأول مرة في تاريخ نادي سموحة أتصور إنه ما جاتش من فرق فنادي سموحة وخاصة المهندس فرج عامل عنده دايما يعني جرأة وعنده دايما يعني إزاي يدر يصنع نجوم وإزاي حتى في كورة القدم دايما كان ياخد فريق كورة القدم يجيب اتنين ثلاثة لعيبة ينوار وجامد مع سموحة ويبتدي يوديهم عنديها تانية يعني عشر خمشار سنة مصنع منجم يعني بيطلع لعيبة كويسة وعايز أقول لكم في قطاعات الناشئين سواء في كورة اليد كورة الطائرة كورة السلة بالذات كورة السلة بيطلعوا ناشئين جمدين جد وبعد ما بيوصلوا إما بيشاركوا في فريق أول إما بيروح على التحاد السكندري إما بيروح نادي سبورتينج يعني بيروح على نادي أندية القاهرة فإذا سموحة منجم ومصنع للعبين والنجوم واكتشاف النجوم كتير مطش المطشين اللي جايين بالمناسبة مزعين على قناة النادي الأهلي سواء مطش الأربع بإذن الله اللي هو هيبقى مباراة الذهاب وهيبقى في مجمع الدكتور حسن مصطفى ده هنزيعه بإذن الرحمن بس هنزيع القبار مش هنزيع المرتبط عشان بس السادة المشاهدين يبقوا متابعين معنا وهيبقى في استوديو تحليل إن شاء الله يبقى من الساعة خمسة ونص المطش هيكون الساعة السادسة ده بالنسبة ليوم الأربع يوم الجمعة يعني يعني أدل حضراتكم انفراد كده إن شاء الله هو مباراة كرة القدم في بطولة أفريقيا مع شباب بوزداد هتبقى في تمام الساعة السادسة وده تم الإعلان عنه فتوصلنا مع اتحاد السلة عندنا قصة البرنامج توصلت مع اتحاد السلة وسيتم تأجيل مباراة السلة للساعة تمانية عشان ما بقاش فيه تضارب لأن الجمهور النادي الأهلي عايز يتابع الفرقتين وعلى فكرة ده زكاء من اتحاد السلة لأنه النهاردة عاية فيه فيه سبونسورز موجودين ورعاية موجودين في أرض الملعب وأناتهم في أرض الملعب فمش مصلحته أبدا إن تبقى المباراة محدش تفرج عليه فالنهاردة تحاد السلة لجنة المسابقات بقيادة الكابتن أحمد كامل حكم الدول السابق الدنيا هناك قالوا إن إن شاء الله سيتم تأجيل المباراة للساعة تمانية عشان يعني يتجنبوا نتلعب في نفس توقيت مباراة كرة القدم لنادي الأهلي في بطولة أفريقيا طيب هنعمل إيه؟ غالبا مش هيكون فيه ستوديو تحليلي في البداية ولكن هنطلع بين الشوطين إن شاء الله بستوديو تحليل مباراة تزعف في وقتها بإذن الله الساعة 6 هنطلع في ستوديو تحليل بين الشوطين وبعد المباراة بإذنك يا رب نحتفل بالتتويج بإذن الله بإذنك يا رب طيب المباراة فنية عاملة إزاي دي؟ أتكلمتكم عن اللي هيحصل في القناة ولكن إحنا عندنا المباراة هتمشي فنية إزاي؟ المباراة المرتبط سموحة قوي مرتبط سموحة قوي طيب هل معنى كده إن إحنا هنخسر؟ لا المباراة في الملعب بس أنا عندي ثقة إن كابت المحمد أشرف توفيقه هو عارف فرقته وعارف إمكانياته النادي الأهلي بإذنك يا رب هيكسب بس هنقول يعني كل الاحتمالات وردة فإذا فريق الكبير لازم يكسب المبارايتين مفيش هزار عشان ما يحطش ضغط على شبابنا ولولادنا يلعبوا براحتهم بس لازم الفريق الكبير يكسب المبارايتين مستر أجوستي بوش ما شفت حضراتكم في الصورة اللي فاتت كان يعني طبعا أو من خلال المقربين ليه هو أفلس طبعا صفحة كل اللي فات ما فيش تركيز غير في سموحها عشان تبقى بإذن الله تاني بطولة تخش في أقل من شهر ونص بعد السوبر المصري والفوز على نادي الزمالك طبعا بقى أحد سورة حرج عن البطولات السادق اللي فاتت البسكتبول أفريكا ليج والدوري والكأس ان شاء الله احنا ماشيين بخطة سابتة عندنا النهاردة في شهر إبريل نايل كونفرنس أو مجموعة النيل في تصفيات البسكتبول أفريكا ليج زي السنة اللي فاتت وتعمل في مجمع الدكتور حسن مصطفى والسنة دي ان شاء الله توقع مع المتابعة الجمهرية كل جمهور النادي الآله هيملة صالة الدكتور حسن مصطفى ده باختصار عن موقف فريق الرجال لكرة السلة وهيعملوا ايه وعندهم ايه المطش اللي جاي طيب ايه اللي بعد المرتبط بيكون على طول السوبر السوبر بيمشي ازاي السوبر بيبقى ليه حسابات تانية لانه بيحصل ترتيب لدوري المرتبط الاول بيلعب الستاشر التاني بيلعب الخمستاشر التالت بيلعب الاربعتاشر بعد كده بيطلع تمن فرق بنروح على طول على السوبر نلعب رايح جاي وبعد كده الأدوار الاقصائية دوري قوي اه دوري كويس اه فيه امكانيات فيه استثمارات نتمنى ان شاء الله لعبتنا تكون على قدر كبير جدا جدا من المسئولية وده العادي في كرة السلة معندياشر الحمد للأصابات فرقيتنا بمشي بشكل كويس بإذنك يا رب نحتفل يوم الجمعة القادم بفوز النادي الاهلي لكرة السلة رجال بثاني بطولاته وخيرين يعني استرجع معاكم كان الفريق ده فيه مشاكل فاكرين قعدنا يمكن ثلاث سنوات او اربع سنوات يعني عندنا ازمة في فريق كرة السلة وكانت الجماهير يعني متضايقة النادي الاهلي اشتغل اشتغل على الموضوع ده لدرجة ان كان فيه موسم مركاته غير طبيعي اللي جي فيه عمر طارق وجي فيه عمر الجندي الموسم ده الحقيقة كان يعني تعقدنا مع لعيبة كتو جي حمدي تقريبا اللي احمد حمدي على ما افتكر اللاعب المصري اللي كان في امريكا جيب هو دلوقتي طبعا يعني اعتزل كرة السلة ولكن كان من لعيبة الصفقات المهمة يعني بسترجع الصفقات اللي مكانة وعبدالله ناصر كان من النادي الشمس يعني اصدق لكم انه النادي الاهلي دايما بيدور على اللي يعمل الفريق وكانت الصفقة الاكبر كبيرة هو مستر اجوستي بوش اللي جي النادي الاهلي بكل اقتناع وخلينا برضو اتكلم عن حاجة يعني شوف قده حب وانتماء مستر اجوستي بوش للنادي الاهلي لان النادي الاهلي لأي حد اللي بيشوفه من النادي الاهلي لازم لازم ينمي عنده الانتماء بدون ما تتكلم النهاردة مستر أجوستي بوش بتعاد عليه أحد المنتخبات العربية الكبيرة براتب كبير جدا الحقيقة وبيرفض النهاردة بتعاد عليه كمان منتخب مصر وكان فيه دور كلام في الكواليس إنه يتولى منتخب مصر ولكنه رفض قال أنا ملتزم معنادي الأهلي وسعيد بمهمتي معنادي الأهلي فالنهاردة ما فيش يعني وتركيزه وحواسه وكله حتى تحس بده فرحته بعد الفوز فرحت مستر أجوستي بعد أي فوز فرحت حس إنه هو سعيد من قلبه لأنه شاف قديه التأدير من جوان نادي الأهلي شاف قديه الاحترافية في نادي الأهلي هو راجل عايز ينجح هو شايف كل مقاومات النجاح عنده في نادي الأهلي نادي الأهلي هيوفر له كل حاجة ولكن يتبقى أن أنت تشتغل وتدور على المكسب لجمهور النادي الأهلي فمستر أجوستي بوش النهاردة أنا بأكلمكم عن كان فرع فيه مشكلة هو فإذن كرة اليد برضو كان عندينا مشكلة والسان فات بين أبطال دوري وكأس يعني اللي أصدأ أقول لك إنه اللحظة أو بالصوت فلا أول ما بيحس النادي الأهلي فيه مشكلة بتحس الاجتماعات ومشاورات ومدولات وتفكير إزاي نطلع من هذه الكبوة